اشتركوا في القناة 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 و بالنسبة للطريقة سهلة لكم الاختيار دائما نشربه لكي نبنينا و نريد أن نشحره و ناخده شوية الزيت و نشحره الخضراء نقطعها دائما طريفات صغيرة لكي نضغط طيب لنا يعني ناخده البروكولي والبتاطا والقرعة والبصلة هذو كلهم نقطعهم طريفات صغيرة و نشحرهم في شوية الزيت و نزيده هذو طريفات إما الحم أو الحوت أو القمرون أو الدجاج و نشحرهم جيد و نشحرهم هذو ساعة نزيده الملح كافي و نتبله بشوية الملح و البزار و نتجعلهم حتى يطيبون مزيد بعد ما يطيبون نضحنهم مع ثلاثة ولا ربعات الفرماج هذو ثلاثين و مربعين يعني الفرماج نضحنه مع هذو الخاليط و نضحنهم حتى يتطحنوا مزيد هذو ساعة نرجعهم فوق عفية مهيلة و نحركوا و نضحن القشدات طريفات و نضحن الفرماج هذو كي بقي اختياري كله يبغيها بالفرماج حمر محكوك او لأي نوع دي الفرماج و كله لا نخلي و حتى تبدأ التطبخ مزيد يعني حتى تبدأ تغلي هذو الشربة عاد نزيده في اخر مرحلة نزيده علبة الخاصة بالطبخ القشدة التارية فضروري و انه من اللي كان ناخدو ديك الخضيرة كيف ما قلنا البروكولي البتاطا الكورجات البصلة نقطعهم طريفات صغيرة و نشحرهم شوية ديال الزيت من اللي تشحرنا مزيان عادي كساعة كيف ما قلنا هذو الشربة تجيب بلديدة غير بالبروكولي مع هذو الخضيرة اما كيف ما قلنا لابقى عنا تريف من اي حاجة و بغينا نبنه بهاره ممكن نصدر ديال الجاج ولا حوت ولا قامرون و لو كون غير تريف صغير و نشحر كل شي مزيان من اللي تشحر لنا ضروري سواء البرو البصلة الخضرية او البصلة العادية من اللي نشحرها مع هذو الخضرات هي اللولى عاد نروي و بالملح كافي في الشربة ركت جينا بنينا بزاف بالنسبة الاشخاص اللي ما تيبغيو الشربة اللي تكون عادية تيبغيوها تكون فيها ديك لده فحاولوا انكم تشحروا الخضرهية اللولى قطعوها دائما كاروية صغير ورين وكلوا مربعة صغير ورين توم مملكة تشحر مزيان كان مرقوا بالماء وكان خليوها مع شوية ديالملح وليبزار بالنسبة لمرق عندكم مرق ديال الحوت يعني مثلا كنتو صيبتو ببايلة او لأي حاجة اخرى بالحوت وبقى عندكم الكاخكاس ديال الحوت مع او القشور ديال الكخفت وقدرتوهم مع دامة ديال الحوت وخليتوهم في المال كافي مع طريف ديالخيزو ربطة ديالكرافس يعني المرق ديال الحوت هاتشي كله كديرو في الموقع تخليو كيتبخ مزيان يعني حتى كي نشوفو على انو ذاك الماء بهذاك الماء المكونات قاعد اللي فيه بحالة بدتي يقلال هاداك الماء وبدتي اعقاد لنا بدتي تلقي ذاك النشاة دياله فذيك الساعة كان صفيو وهذاك المرق هو اللي كان نضيفوه على فعود ما نديرو الماء المسخون على الشربة كان نديرو المرق ديال الحوت اللي صيبنا مباشرة معناش رحنا كان نديرو المرق يعني الماء سخون عادي كان نزيدو دائما نزيدو الماء يكون دافي ما يكونش بارد على حاجة اللي هي ديجا سخنها لانو ذاك الخضراء البطاطا وخيزو البروكولي والوصلة احنا قطعنا مطرفات صغيرين وشحرناهم فمليت شحرناهم مزيان غادي نخوع عليهم الماء يكون دافي سخون ماشي بارد او لا المرق ديال الحوت الى عنا غي الماء العادي قادي نتبلوب شوية الملح والي بزار عنا شوية ديال الشبت نديروه حين احنا شوية مع العطرية ديال الحوت نديروها عنا شوية كذلك من العطري ديال القيميرون ديال بعض الحوت use هت هي نديروها من اللي سيت BET I geben робاني بطريقة عادية قد نديروهم في الكسب ديال خلات الكهربائي هاد الخضراء مع هاد المرقة ديال الحوت وكنزيدو ثلاثة ولا الاربعى ديال الفرمجات من ثلثيين ولا مربعين لاحسب وليات حسب율ي الاوما ت没事 ييطوب منها وكنلي ثم�نه كذين واحنا نضيروهم بزيان نخليها الشربة تدفع واحد شوية ونطحنوها مع ذاك الفرماج ومن بعد نعودو نرجعوها من يعني بعد ما نطحنناها غادي نرجعوها للطنجرة وغادي نقصو عليها العافية وندون نحركو نخليوها حتى كتبدأ تجالب لنا وحتى كتبدأ يعني كتبدأ التغلام مزيان وذك الساعة في آخر مرحلة بخمسة دقائق ما نبغي نقدموها كنزيدو كاس دي القجرة الطرية والعلبة دي القجرة الطرية لحسب الكمية اللي درنا وكنخليوها واحد شوية سافي وكنقدموها ممكن من الفوق في زليفات ممكن نرشوب شوية الفرماج الحمر محكوك يدوب عليها ممكن توم القصابي لصيبولات او لشوية من المعدنوس مقرد رقيق هذي بنسبة الشربة بنسبة التحليا ديال اليوم غادي نقترح عليكم تحليا بالبيسكويت حتى هي كجيسة اهلة والديدة وغتعجبكم بزاف فبنسبة لهذا الدسر بالبيسكويت غادي نحتاجو في المقادر نستطرق الحليب واحد فلون بلنك هذي البندق راكي متوفر كاين الى مكانش ديرو الفلون بلنك هذي الشوكولات او الفلون بلنك هذي الفانية او الكراميل غادي نحتاجو بيسكويت اي نوع ميني كتبغيو يعني يكون بلا شوكولات العادي ربعات المحال الكبار ديال السكار سانيدا وجوج معال الكبار ديال بودرة الكرام باتيسير اللي كتبع في الكارتون على شكل غبرة هذو هما المقادر غادي نعود لكم غادي نحتاجو كدلك واحد الكاس ديال القيش ذاتريا ديال الكرام فخيش اللي طلعنا شوية شانتي او لا ياغورت كريمي يكون مسوس او لا حلو على حسب فقلنا بنسبة لهذا التحليا ديال بيسكويت غادي نحتاجو مستطرة ديال الحليب واحد فلون كبير بنك ها ديال هذي البندوك سنطيفه إما الفلون ملنها الكراميل من لذيال الشوكولات لحسب الرغبة واحتاجو بريسكويت العادي اما الحمر والخضر اما اي لاوع دياه البسكويت اللي ميكون فيه ل Import Second Practical 1 Li bread1 كبار ديال السكار سانيدا 再ع بودرة الكرام باتيسير اللي كتبع في الكارتون والزمناج معال الكبار ديال الجوكويت ghaena هذلك نجم معالكبار ديال الكرام باتيسير و بالنسبة للطريقة سوف نستطر الحليب مع بيسكويت اي نوع كنبغي و اربعة مع الأقبار السكرسانيدة و جوج مع الأقبار بودرة الكرم باتيسير هذا كله نخلطه مع بعدياتهم و نديرهم في الكاس الخلاط الكهربائي كنتحنه لذلك سوف نلقي بطريقة عشوائية طريفات صغيرة و مرصوية صغيرة و سوف نديرهم مع هذه المقادر كلها في الكاس الخلاط الكهربائي يعني في الكاس الخلاط الكهربائي سوف نستطر الحليب نزيد عليه فلان بالنكهة بندوق او الكراميل او الشوكولات اللي لقينا و اللي متوفر عنا و سوف ندير باكية بيسكويت بقطعة طريفات صغيرة اربعة مع الأقبار السكرسانيدة جوج مع الأقبار بودرة الكرم باتيسير سوف نخلطو هاد المكونات و سوف نديرو في الكاس الخلاط الكهربائي و سوف نتحنوهم جيد من اللي سوف نتحنوهم ذلك الساعة سوف نحصلوا على الخليط هذا الخليط سوف نخويه من الكاس الخلاط الكهربائي سوف نخويه في واحد الكاس و سوف نديروه على عفية مهيلة و نبدو نحركه بالمعلقة و نحن نحركه على عفية مهيلة من اللي تقلينا هذا الخليط و نضيفه له إما كاس ديالك قشدة تارية اللي احنا طلعناها شوية يعني يولاد شانتي اولا واحد ياغورت كريمي ذاك الحلو اولا جوج ياغورت كريمي مهي بكم حساب الرغبة ديالكم و نخلطوه بطريقة سريعة يعني مجرد ما يعقد لنا هذا الخليط سوف نحيدوهم للعافية طريقة سريعة نقصى عليه العافية أولا ممكن نطعو العافية و نزيدو هذك ياغورت كريمي حلو اولا مسوس نزيدو لانو ندرنا البعط المعالي الكبار ديالك السكرسانيدة اولا نزيدو كاس ديالكشدة تارية اللي طلعناها شانتي كاس الكريمة المخفوقة او كاس القشدة التارية اللي طلعناها شوية شانتي عاد كنزيدها فاش كنزيدها ما كنتعطلوش يعني كنحركو بطريقة سريعة باش هاداك الخاليط سواء دي الياغورت كريمي اللي درنا او لا هاداك الكاس دي القشدة التارية شانتي اللي خلينا حتى عقد لنا فوق العافية يعني كيتخلط مزيان مع هادا الخاليط ومن بعد كنزو من هادا الخاليط ونضيف زليفات او لا كؤوس ديال التزيين على حسب اللي بغيتو وندخلوه التلاجة دائما خليه فوق البوتاجر حتى كيدفالينا عاد كندخلوش حاجه سخونه التلاجة ونخليه حتى يعني كيدفالينا واحد شوية بعد كندخلو تلاجة يقبط راسو كيبرد مزيان وناخدو بقالينا واحد شوية ديال بيسكوية سنعود ونطحنوه سنخلطوه اما مع الزبدة مدوبة او الزبدة حتى ولاتين وازيت او الزبدة كيف ممكن انكم عندكم اي نوع ديال كونفيتور وخاصة اذا كان مصيب في الدار كونفيتور الباكور او ديال فخيز او اي نوع ديال كونفيتور نزمنه واحد معلقة ونخلطوه مع داك البيسكويت يجي معلك به ونزينو الوجه ديال 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 سر من الفوق تمنى تكون وصلتكم الفكرة ديال 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 سر بالبيسكويت ونختموه بالاقتراح ديال رغايف او لمسمن بالحليب بلادليك وبلازبدة بعدها بالنسبة الاقتراح ديال شربة بالبروكولي هو اقتراح ديال مستمعة نادين توزني الكوجلة تحية كبيرة وبنسبة بهذا البيسكويت هاد تحلية بالبيسكويت بالفلون ديال نك هاد البندق ديال مستمعة سارة وهذا الاقتراح ديال الرغايف بالحليب يعني تيجيوه الشاش بالحليب وماء المستمعة نامير فاطم الزرار اللي كانوا تحية كبيرة كذلك هذا الرغايف ديال مستمع لا يحتاجوه ثلاثة الكيسان ديال طحين فينو وجوش كيسان ديال طحين فورس قبيصة ديال الملح وتقريبا نحتاجوا واحد كاسونس ديال حليب دافي ونعود بالنسبة قريبا ندره فيه ثلاثة جوش كيسان ديال طحين فورس من النوع الجيد وقبيصة ديال الملح وتقريبا واحد الكاسونس ديال الحليب دافي كاسونس للعنبة ديال الحليب دافي هادي ناخده قصريه لاغين الغرق غادي ندره فيه ثلاثة الكيسان ديال الفنو الحرش مع جوش كيسان ديال فورس مع شوية ديال الملحة سنخلطوهم مع بعديتهم يعني سنخلطوه النواشف الفينو مع الفرس مع الملحة ما الذي تخلطوه لنا مزيان ديك ساعة نجمعوه تقريبا بكاس ونص الحليب يكون دافي كاس ونخلطوه هذه العجينة الرغيف تكون قاسحة يعني تكون قاسحة وما كان دلكوها مواله تجمع لنا صافي نغطيوها بلاستيك الغذائي ونخليوها ثلاثة ديالساعة يعني هذه الفرصة لنمشي ونقضو ونصيبوه الغذاء ونعجنو الخبز ونصيبوه الأمور ديالنا لأنه في الغالب دائما هذه الرغيفات كان بغيوهم في القوتي فعنا الوقت الكافي ما يحتاج على أننا نسبقوها هي اللي ولا وناخدو فيها وقت كبير فحاولوا على أنكم بالنسبة لهذا الرغيف هي جربوهم رغي يعجبوكم بزيان غادي ناخدو قلنا ثلاثة الكيسان ديال الفينو والحرش مع جوش كيسان ديال الفرس مع قبيصة ديال الملح غادي نخلطو هاد المقادير مع بعديتهم من بعد غادي نزيدو كاسونس ديال الحليب دافي وكنجمعو العجينة غيب مجرد ما تجمع لنا كتكون عجينة قاسحة لأنه تعودنا أنه العجينة ديال الرغيف كتكون مرخوفة وكننبغيوها تكون مرخوفة باش تضغيها ما تمحناش في الدليق وندلكوها مزيان وكتكون رطبة مرخوفة فهاد العجينة من اللي غادي نجمعوها غادي نجمعوها نغطيوها البلاستيك الغذائي ونخلوها كترساح ثلاثة ديال الساعات ريتما أننا نقادو الأمر ديالنا في الدار ونرجعو ليها من بعد ما غادي نرجو غادي نشكلوها كويرات بالطريقة العادية وكننقرسوها غادي نورقوها غير بالفينو وغادي ندهنوها غير بسيت يعني ما فيهاش الزبدة لأنه بعد ما كان بغيرو نصيبو رغيفات مثلا وكلقاو أنه ما بقاش لنا الزبدة وكنديرو ملاقص مثلا فممكن لأنه بهالطريقة تعجنوها خليوها ترتاح ثلاثة ساعات من بعد مغطية بلاستيك الغذائي رجعو ليها وديروها على شكل كويرات ومن بعد خدو كل كويرة غادي تقرسوها بطريقة العادية غالب الفينو ترشو عليها الفينو وتقرسوها بالزيت وذلك الساعة غادي نطيبوهم في المقلاب طريقة العادية وممكن كانوا عمنتزين لأنه غادي يجيون هشاش بزيف غادي ناخدوهم وناخدوهم حاولو أنكم ديروهم رغيفات صغيرين وكلها رغيفة من الطيبوها تنيوها يعني عادية بحل كيفاش يقدمونا رغيف هكا في المطاعم أو في المقاهي حاولو أنكم تلويوهم يعني ملفوف هكا طويل وذلك الساعة دهنوهم لأنه ما غايكون صغيرين محتاش أنكم تقطعوهم وغادي تدهنوهم بشوية دي العسل وغادي ترشو بشوية دي اللوز محمر أو لكوكا ومحمر كيف ممكن أنكم تقطعوهم على جوج أو لا يعني لكم اختيار أولا خليهم كيف مما هما وديروز ليفات في هالعسل وشوية دي الكوكا وهاكا على جانب وذلك الساعة اللي تيبغي رغادي يزيد الإضافة اللي يبغى. أتمنى تكون وصلتكم الفكرة دي هاد الاقتراحات حاولو أنكم تجربو هاد شربة دي البروكلي وكذلك هاد تحلية بالبيسكويت لي ما عندوش الفلون بلنك هاد دي البندوق ممكن أنه يدير لنك هاد دي الكاراميل أو لنك هاد دي الشكلات وهاد رغيفات كي يجيو الرطبين كي يجيو الشاش غير بالحليب يعني بكسنص دي الحليب كنجمعوهم وبالفين والحرش وشوية دي الملحة وخد شوفوا العجينة راه قصحة خليوها يعني غيت جمع لنا العجينة من دي الكوها موالو لك شاش قلنا بلا متامرة بلا بلا تحاجة وكنغطيوها بالبلاستيك الغذائي ومباشرة كنخليوها ثلاثة دي الساعات من بعد كنرجعو لها وكنقضوها بالطريقة العادية فنتمنى انت تجربوا هاد الاقتراحات وبالصحة والراحة لقاءنا بكم مستمعين مازال مستمر دائما من خلال برنامج اللامولاتي برنامج المرأة التفل والأسرة وصلنا الفقرة كيفش كوني إيجابية في تربية أطفالك دائما مع الكوتش أسماء مغاني المختصة في التربية الإيجابية أهلا بك كوتش أسماء أسباح النور لسنة مرحبا الله يبرك فيك اليوم في موضوعنا غد نتكلم وغد نعرفه معاك النقاط مهمة جدا في أهمية تعبير عن مشاعر الأطفال كنعرفوه على أن المشاعر أحاسيس متنوعة بالفرح السعادة القلاق الخوف كتخلينا على أننا نفهمو الشعور دائل آخر اليوم من خلال التربية الإيجابية نبغي نفهمو الأهمية دائل تعليم الطفل دائلنا هاد تعبير على المشاعر على العواطف دائلو هاد الموضوع لسنة في غاية الأهمية حتى بزاف دائل الأباء مشغل الأباء وإنما الأشخاص عامة ما تيردوش البال هاد المشاعر بالأخص المشاعر ديالنا احنا كأشخاص ولا كأباء قبل من نردو البال ديال ولداتنا مشاعر أطفال احنا كأشخاص تبيلنا بأننا ما سنعرفوش نعبرو على المشاعر ديالنا كتسول شي واحد كتقول له مالكة الصباح تيجاوبك ما نعرف الساعة والله ايا الساعة والله ولكن مالك ولو ما كيعرفش يعبر على شنو عندو ما عندناش الفوكابيولار داك الراسيد اللغاوي ولا الكلمات باش نتواصلو بيهم مع الناس ذكرتها لسنا المشاعر الأساسية المعروفة كان مشاعر واحدة اخرى ولكن هدو هم الأساسيين كان الفرح الحزن الغضب الخوف وهد المشاعر ما هي إلا جواب ديال العقل ديالنا ولا ديال جسم ديالنا على شي حادث ولا على شي حالة بحل ده با الخوف في حالة خطر ولا الفرح في حالة تشجيع ولا الحزم اللي كنتلقى بشي خبر ما مزيانج الغضب من اللي كتشوف شي واحد كيتضلم قدامك مثلا هدو كل هم حالات اللي كنعبرو على المشاعر ديالنا فيهم هما بنفسهم وسيلة شخيصية باش نفهموا أنفسنا كيقدمو لنا واحد المعلومات جيد مهمة على نفسنا ولا شنو اللي داير بينا من اللي كنتعلم نسمع الأحاسيس ديالي وكنتعلم نوضع عليها واحد الاسم هنا كنمشي في الخطوة اللولة يعني هذا كيعني بأنه ممكن إلى ما عبرناش عن المشاعر ديالنا خاصة الغضب والحزن والخوف بشكل صحيح كيمكن تحولوا هدو المشاعر إلى أحاسيس سلبية ويمكن لها تأثر علينا في الحياة ديالنا إذا نحترم المشاعر ديالي نشخصها نحط عليها واحد الاسم هذا كيعوني باش نفهم راسي وشنو كنعيش في ذاك اللحظة بعض المرات كيقدر شيء أب قاطع مع ولدو الشنطي وطلق له من يدو هرب غادي يمشي للجهة الخرى تخطوة ويعطيه واحد القتلة ديالي فعلا ودبا شنو بيين طفل ديالو تيقول بابا غضبا وورا الخلعة ديالو اللي تحولت له هكا ما معرفش يحبر عليها بطريقة صحيحة دونك هاد الأمر خصنا نتعلمولو احنا بعدا كآباء ونعلموه لوليداتنا نوصلوه لوليداتنا نوصلوه لوليداتنا وخا كوتشي لاسمحتي كيفاش نساعدو الطفل على التعبير على المشاعر ديالو بطريقة صحيحة هنا غادي نبدأ بواحد المسألة مهمة هي نعاونوهم باشي عبروا على الأحاسيس بعدا ديالو قبل ما نشوفوا الطريقة الصحيحة نعاونوهم غير باشي عبروا على الأحاسيس ديالو أولا بتعبيرنا احنا على المشاعر ديالنا حيث احنا كيف تنقلوه قدوه في كل حلقة بأننا احنا قدوه نعلمهم بكلمات أنا مني ندخل مع الصباح للدار خسني نقول بأنني أنا راني اليوم شوية تعبانا شوية مع الصباح خسني يكون عندي هادلو لانجاج دائما تنتكلم به في الدار أنا فرحانة أنا هادئة أنا هكا يعني بكلمات نعبرو بالكلام يعني باش العبرو بالتفل يفهم يقول يفهم مثلا الأب إذا دخل من الدار واش مقلق واش فرحان كيولي حتى هو كيقرأ وخفصين صغيرتي يقولي قرأ الأب ديالو لأم ديالو يبل كلمات ولا بنسبة لوليدة الصغار ما تيحرفو شي عبرو بالكلمات دونك كيمكننا عنا واحد طريقة دكية ديال طابلو ديالي زيموتيكون ديال الزيموتيكون بحلي كنخدمو بالفتلفات حلي كنخدمو به هادوك عنا دي زيموتيكون تكونوا فوحد للطابلو كيمكننا نطبعوهم من الترنت وكنجي وكنتقول لطفل ديالك وذا با أجي قولي انت دبا باش كتحس باش كتحس انت كيفاش كنسميه احنا لاميتيو ايا كيبا واش حالة تقس ديالو واش مقلق واش واش كيف حكوش عنده قليبات يعني راه فرحان تصغير مزيانة ولكن المراهقين الأكبر بالكلمات بالكلمات ولكن ما حتاكوتش يعني كتطور المشاعر ديال الطفل على حسب سن دياله هي مشاعر بصح كتطور على حسب سن هي كتبقى هي ما تتبتلش غير هو تعبر عليها تعبير اللي كيتبتل تتطور المرحلة 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 عادش اللي تكلمنا عليها لسنة دبا كي خلينا نستنجو أهمية الاحترام اللي هو من أهم أسوس التربية الإيجابية واحترام دياله احترام بنفسي ديال المشاعر ديالي واحترام ديال المشاعر ديال الطفل أول حاجة ممنوعة في التواصل والنقش مع الطفل ديالي هي استنكار وتجاهل المشاعر دياله هذي ما مسموحاش نهائيا فترابي هذي عكس تربية الإيجابية هذي عكس تربية الإيجابية يعني من لي طفل ديالك يجيبك عليك يقولك أنا رأى ماتلي القط ديالي تقوله وعدك غير قط شي مشكل يعني ما استقبلتش استنكرات يعني ما عليكش الحق تحسب بعض الويدين عن قلة معريفة ولا يعني كانوا يعني شغورين بحاجة أخرى ولكن صح كين واحد مثال واحد آخر هو مني تيجي تيقولك أنا رأني عيان نحن تنقدرون نجاوبوه لانت ماشي عيان فكيت بوحيت وكتفشش هذا استنكار المشاعر ديال الطفل كي كنت نكون تمشى أنا والطفل ديالي في الزنقة وداز حدها واحد الكلب وقبط فيه وغوط واحد الغوطة واشتها هاده يخافوا منو الناس رأي غي يكلب صغير وراء هاديره رأي ما يمكنش ما يمكنش كان يعني كان طيحه في واحد الحالات بحال هكا بحال ده بغاد يجي يشكي عليك يقولك أولا يكون طاح تقصح ودش راح في الركبة دياله رأي ما مرأني تقصح تقولوا وصح في سيبا غرب نوده رأي راجل رجال ميت يبكي وش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش نبقاوا ماشين على هاد طريقة هاده لانو أدو أحاسيس طبيعية في الفترة ديالنا ولكن احنا عندنا رأي إلا قصحنا معاهم في الجواب ديالنا رأي نعاونو كتقويلوا شخصيه دياله ولا ما يمكنش رأي ساوا عندو واحد الأحاسيس اللي كيعبرلك عليها وتيقولك اسمع الأحاسيس ديالي ماشي اسمع شنو تنقول تكلمتيلي على العبارات الصحيحة اللي يمكننا نساعدوا بها الطفل باش لانو كيفما هادو كلهم تكرتي هادو أمتلاع سلبية اللي خاصنا نتفاداوها في حين انه كين عبارات اللي هي إيجابية اللي كتساعد الطفل على تنمية دي القدرات دياله واللي غادي تساعده حتى في المراحل لانو كيفما الخاصة اللي فهمنا معاك كوتش اسمع هو انه في تربية الإيجابية الخاصية ديالها اللي كتميزها وانه كان خدمه على الانية يعني في تربية بس الطفل واحتفل مستقبل كناشئة كيفاش انه غادي يفيد نفسه ويفيد المشتمع من بعد معلوم معلوم اول حاجة هنا غادي تساعد الطفل هي من اللي يعبره على شي حاجة كيفما كانت نسمع له وما نستنكر ش الأحاسيس دياله كيف قلنا بالعكس غادي تساعد الحاجة ووشني يباليد المشتمع هي غادي نبيل له بأنني فهم ذاك شي كي حسبي ولا بعد المرة تحسة ذاك شي كي حسبي حتى أنا مرت من واحد المرحلة بحال هاكة حدا بك independى ديالكلب زيما شخصيا غايجي يقول يقول لي عاني خايف من الكلب غادي نحسبي حتى أنا كنخف من الكلب فعلا هذا نرجع الأمثيل اللي عطيته في الأول حدا ببني نيجي يقول لك راني عيان ممكن لك تقول له لا راك تفشش ولا كتبوحة تقول له يا كلا بس فينا عندك الحريق نستقبلوه دف تعب نستقبلهم الكلب من اللي غوث الطفل علىود الكلب قل له ما لك خلعك هذا الكلب من اللي قربه ونبحدك شنو شنو قالك من اللي يقول لك راني تحت وتقصحت غادي نتكلم معا بلغة ديال الوجه واللغة ديال كتبي انك راح تنتعي تقصحتي ماشي نشفق فيه ونمشي معه الشفقة ولا هدا ولا نمشي معه الشي حل اجي نشري لك هادي صافي غير سكت اجي نشري هالك صافي تهرست الكلام ما نتنشري لك وحدة اخرى لا ما نمشيش معهنا الحل وما بغيش الحل هو بغاك غير تسمعيله تسمعيله تكون معاه فدك الاحساس اللي هو شي يعني نقدر نمشي معاه نقول له دابا انت شنو يريحك دابا لاياش محتاج فاش يمكن لي نساعدك أنا أنا يمكن لنا الحل غادي نعطيه ما يوال موش عاد نزيد نعصبوع لدك الشي اللي هو تيشكيليه منه فعلا دونك نقول له دابا انتا لاياش محتاج فاش يمكن لي أنا نعاونك وراء قدار يقول لك لاوال وصافي ما بغيت بغيت وارف المهم انا خسني نسمع له ونفهم له الاحساس الاحساس جاله اجيال 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 هنا هاد شي شمن المهارة اللي كانعلمه لتعاملت معه بحال هاك هتنسوهل دابا الاحباء تنقول though لما فنظركم شهن ييه هادالمهارة اللي كانعلم الولدات هادي اللي كانتكلموا علها هاد الكمبيتانس ليه سوسيو اموسيوني هاد المهارات الاجتماعية والعاطفية المهيمين بزاف يتعلمون هم الأطفال دينا دابا فهد الحالة هادي شمن مهارة تنعلم الوليدات كينجوج دي المهارات تاحتيرا يعني تاحتيرا من نفسي وتاحتيرا ماكن تفضل فيﷺ حتى نسمع لك وكينال أمباتي يعني راني حاس بك وفاهمك حتى هو وغادي واللي من اللي يتشوف ماما ولا بابا يحسو به وكي سمع له حتى وغادي واللي يحس براسه ويحس بالخرين حتى هما وهذا برجو من نقاط مهمة لذكرتي يعني الاحترام وانا نحسوه نفهم الآخر يعني راني خاصية لهم إيجابيين مية في المية واللي غادي يعطيه لا في علاقات الأطفال يعني بالوالدين ديالهم اللي في المدراسة كيفاش غيتعاملوا اللي في المراحل العمرية اللي كيتطور منها الطفل باش نزيد نطور ما زال مع الطفل هاد المسألة ديال الإحساس حيث مهمة جداً عنا في الحياة كيقدرنا نكون جايبة من المدراسة ويعود لي على شي صاحبه وصاحبته راه الأستاذ قصح معها الهدرة ومعجبهاش الحال شني يا ولدي معجبهاش الحال فانا ظهرك انت باش حسات هادك البنية اللي اللي كتكلم معها الأستاذ دياله هكاك باش حسات هاد باش حسات باش حسيتي خصة تكون تولي عنا حاضرة إذن غادي نمشي الكوتش أسماء نتعرفوا التساؤلات ديال المستمعات والمستمعي الأوفياء معنا المستمعات صفى أم علي وعالية من رباط أنا أم الطفلين عالية سبع سنين وعالية خمس سنين عندي الولد يبكي بزيف كسر من البنت على أي حاجو بكل سهولة الدموع تيخرجوا وبابا دي ما كيقول لي مالك تبكي بحال البنت الولد مات يبكي وش بغيت نعرف واش عادي ولا لا أعطي تينيز مثال بهذا بصح هاد 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 نتقوى مات يبكي وش لولاد مات يبكي وشو ما الولاد تيبكي وبحال هم بحال البنت وإلى عبر عالي على الأحاسيس دياله اللي هما الألم ولا الغضب في دك الساعة هديكي أحسن حاجة درها في دك السين علاش حيتم اللي كنكون صغار مثلا عرفوش نعبره على المشاعر ديالنا بالكلمات ولا نلقي خطاب على المشاعر ديالي ما يمكنش الدراري الصغار يتعاملوا بهالطريقة نونك تيبكي ولا تيتحكوا نونك في هذا الحالة ديال العالي تيبكي وإلى ما بكاش غادي يقدر يخنق فيه هدك الحزن ولا الغضب ويقدر يتحول إلى عنف من بعد إلى ما بكاش هدك الأحضارة يمكن يبدأ يضرب في شحابه لأنه بحالك لكبت هدوك الأحزي في المشاعر دياله ما تيخرجوش في الوقت دياله ما تيخرجوش في وقتهم وما تنخليش ما تنعطيش الفرصة باش يخرجهم نونك تيخنقهم تيخنقهم حال واحد القمع إلا بولا نقوله إكزاكتو ما تيغير سد علي غير في العنف يقدر يفقد الاتصال مع المشاعر دياله ولا مع الحاجيات الاحتياجات دياله لأن البوكا زعمه في سياق الحزن كيخلق لنا واحد تنظيم داتي عاطفي كنسمي وحنا يا لسيستم دوتو ريجولاشون اموسيوني راي لازم نبكي باش نخرجوشي شوية و باش نقادو و الواحد تيرتاح هاد شلي كي نونك هنا كأم ولا كأب بخصني مشي نقلب علشنا هي الرسالة اللي موجهة لنا شنو وسبب البوكا ديال عالي راي يمكن لي ما نكونش عارفة أنا السبب ديال وليش كي بكي وغيتا نقوله وسكس براكا مالبكا خصنا نلمسو هاد الاحاسيس خصت تلمس لمن نحنا أباء ولا من من الأطفال كيف تيقولو تيقولك ميمكنناش نخرجو من واحد الموضة اللي مدخلنالوش دونك ميمكنش ينا نخرج من هاد البكاء وهاد العصبية وهدا لما قصتوش وما لمستوش لازم نحس بهوجلك وننصق بلو وعادي كساعة نشوف كيفاش ممكنلي وعلا وخاكين تساؤل أخر مستمع سي كمال من دربيضة اللي خليكم والدي صغر عنده 11 سنة حشومي بزاف ما أنه لا أنا ولا ماما ولا أخوته فينا هاد الخصلة كنضحكو كنهضرو بحل كبار بحل صغر ما كيش انتا صغير سكوت كل واحد كنحاولو نزولو منه الحشمة إلا والدنا صغير تيكون عارف الحاجة وتيحشم وتيقولها قدم ديف ما تيقولاش قدم ديف كيبقى ساكت ما تيعبرش على المشاعر واش فرحان واش مقلق يعني عنده نفس الإحساس ترنكيل هنا في هاد السؤال لسنة كي تبينو الياجوج ديال النقاط كي النقطة الأولى بأنه حشومي والنقطة الثانية بأنه ما تيعبرش على الأحاسيس دياله هنا بنسبة الحشومي نحن نحترمو الخصوصيات ديال كل طفل ولكن إلا إلا كانت كتشكلهم واحد المشكل في علاقتهم مع عائلتهم ولا علاقتهم مع الأصدقاء ولا مع الأساتداء ولا فقرائتهم هنا ملي كيكون كيشكل تتشكل هاد الحشوم ما كتشكل واحد المشكل كيمكننا نتاجه نمشي ومعه ندير ولي شي أنشطة بحل المسراح والرياضة الجماعية وواتقون في سكتار كتعدو حل الجراء تتخلط مع الناس تنحاول نخلق لي واحد فرص نعزل بحضو نحاول نخلق لي واحد الفرص باش يتجمع مع الناس أنا قلت بحل هدا وليد هدا اللي كانت تكلمو عليه يمكن الكورة تخليه تخلط مع الوليد ومشي نشوف معه شنه الرياضة الجماعية اللي يرتاح فيها وزعما أندي رياضة كيف قلت يا مسراح ولا نعطي فرصة باش يتلقى مع وليد تقدو ولو إلا عندك ش صحابك ولهدا عرض عليهم تلقى بيهم جيوا للدار دونك هدي من ناحية الحشومة من ناحية ثانية ما كيعبرش على الأحاسيس ديالو ما غديش يمكنك تفرض عليها تقول لي وش فرحان ما يمكن شعنا اللي تنطلب من هاد الأب هما يبدأ يخرج مع الطفل ديالو يخصص له وحد الوقت كالي تكون كاتو وماش يتعبر بسهولة المشاعر ديالو يتقرب من الطفل يبدأ يخرج هووية يتمش هووية يقلس معها فقه هووية يديه معاه يشارك وخليه يشارك معاه في حوايج اللي تنديلهم في الزنقاء يمشي معها يبغ مع شي يمشي مع يتقد ويقلس هووية ويستمع له يعطي غير يعني هاد الخرج ماشي باش يدير له الخيطاب ولا يقول هكما كتعب لا نهائيا يعني هاد الخرج عادي نخرج معاه باش نسمع له باش نتعرف على ولدي حيث متن تعرفوش بزاف على ولدي كيف ما ذكرتي كوتش أسمن تأشرت واحد نقطة مهمة بنسبة لهاد الحالة على اساس انه يخرج ولده بوحده لانه بعد نويت تبارك الله الاخو تجوش ثلاثة دي الوليد كان خرجو خرجة جماعية فقدر يكونوا فرحانين مجموعين ولكن ما كان عرفوش شنو كل واحد شنو عنده مثلا يعني معا أمني كان يكونوا مجموعين ميملي كيكون محدة بها كاشي صعوبة مزيان انه مثلا الأم والأبي يخرج ولده لبنته غير هو بوحده الراس فالراس باش يتعرف عليه كتار كيف ما قلتي ويعرفو شنو بغير يعبر عندك مئة في المئة صحيح حيث هذا ستنوتي ديال التربية الإيجابية سميتو للتندية هذا كيخصنا ندى ونخرج ولدتنا الراس فالراس يالأب مع الطفل ولا لأم مع الطفل خصنا نبرمجوها خصت تكون عنا كين خرجات عائلية وخرجات فردية أنا مع والدي ولا أنا مع بنتي باش نسمع له ماشي باش نحط السلطة نطبقشي سلطة ولا ولا نعطيشي موعدة يعني بوحد شكل يعني ماشي وقتها عندها وقتها ولكن هايك باش نتعرف أنا على الطفل ديالي ونسمع له نحط له غير سؤال كيف فاشكتدوز الأمر في المدرسة كيف دير فوس تصحابك شكون هما صحابك تكلم لي على أصحابك شنو كتبغي شنو كيهمك في الحياة شنو ما السفرات اللي تبغي تمشي ليهم وربيداتك يعجبون الحال أنه يضروع لرأسهم حد كان هتموا ليهم وبوحدهم يعني الهتمام كله للطفل إذن شكرا لك بزاف الكوتش أسماء مغاني مختصة في تربية الإيجابية على كل هاد المعلومات اللي قدمتنا اليوم فقرة كيفاش كوني إيجابية في تربية أطفالك الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نتكلمو على واش كنستمعو الأطفالنا ورشنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرة اللي لموتنوعة وبحضور دكتورة سابرين شوي طبيبا متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية والحمية الصحية أهلا بيك دكتورة سابرين أهلا بيك سنة أهلا بالمستمعي الكرام وصبح نوع لما يتغاد الله يبرك فيك اليوم في موضوعنا غادي نتكلمو على كيفاش نقصو من الوزن دينا خلال فصل الشتاء ولكن قبل من تكلمو على الحمية الصحية وكيفاش نقصو الوزن دينا بطريقة صحيحة خلال هاد الفصل الشتاء فنبغي نسؤولك أولا وسؤال دي كتير من السيدات كيسؤولو دائما فصل الشتاء ومع البرد يعني كتصبح لنا وحد شراها في الأكل كننكلو بلا أوقات دي من غير الوجبات يعني المعروفة دي الفطور غداشة ما بالوجبات وش فعلا هادشي غير يعني كنحتاج وفعلا جسم دينا فصل الشتاء كحتاج على أننا ننكلو كتر ولا غير حاجة نفسية كنكونو يعني سخان فتائما كتباد نغيف الماكلة غيرما يعني طبيا ولا علميا فصل الشتاء هو أحسن فصل الفقدان الوزن بامتياز سوف يدير كنغمال مخص للناس يتخلصوا من ذاك الوزن المتراكم علش باسكو الجسم كيحتاج لسعرات حرارية كيحتاج الطاقة ضون كيحتاج باش نرفع لتمبراتور ديالو وخير يعني وسيلة باش نرفع هاد الحرارة ونرفع هاد الطاقة هو نستعمل لكالوري للسعرات الحرارية ضون ندوب الدهون دونك الجسم محتاج باش يدوب بديك الدهون بديك حماس زيدة باش يحافظ درجة الحرارة هدا طيبي سيونتيفي كما اغ الواقع فهو شوية مخالف يعني الناس كتجيهم واحد النوع من شرها واحد لانفي دمانجي لانا كيقلال ضو في فصل الشيطة وكيقص دونك اوتوماتيكما كتقلال واحد الهرمون اللي هو السيروتونين اللي هو هرمون السعادة ولا دوبامين دونك اللي كان ناخده هدا بيتشود من الصلاي ولي كان ناخده هدا بيتشود يعني من من هوا الطلق من المجهود البداني الو فت كنبقوشات دين انا رأسنا في الخدماء ولا في البيت بحكم انخفاض درجة الحرارة فذك المادة ديالسيروتونين وديال دوبامين وليالتريبتوفان ما كتكونش دونك منين كان ناخدوها كان ناخدوها من الأكل يعني انسي بروكور ديالسير ان مانجن الو شخص يقول لك بان انا كتحلي الشهية هي ماشي كتفتحل الشهية هي هادك الماكلة كتجيبلو انسانتمن ديالسير دونك اطماتيكم كيبقى يأكل ولا لحتي بان يأكل على الشوية وكي حسب رأسو صف إلي راسازية c'est juste لفت ديالسيروتون كيف ما قلنا يعني شرحت بطريقة اللي هي طيبية الاساس انه نقص ديال شمشو ديال الحركة وديال هاد الهورمون وليك اعطينا ذاك الاحساس اننا باغي ناكل تعالق انه هادك الفصل الجسم ديالنا كيحتاج اننا ناكله اكتر غير هو كيف ما قلتي احسن توقيت واحسن فصل وفصل الشتاء لانقاس الوزين شو المميزات اللي كنفت الفصل اللي كيتميز فصل الشتاء بنخفاض معدل الحرق بنخفاض معدل الاستقلاب اللي هو ابطأ معدل الحرق بنسبة لجميع الكائنات سواء لزا نيمو ذاك شالش مثلا من الحيوانات كي يدرون كون بل اني بيغناز يعني فهد الفصل اللي علاش لاننا فهد الفصل ما تردوش الدهون لان نستعمل الدهون خصنا نحرق الدهون المترك لنزود نفسنا بالحرارة لنزخن شوية داك اذا كيتميز اصيب ارتفاع معدل الرطوبة كين واحد الابحاث كتبين بان مع ارتفاع معدل الرطوبة هنا نقص لامتصاص معدلات الفيتامين D وكيف ما قلنا واشررنا في حلقات سابقة فالفيتامين D تؤثر لنا تدري نوع من الفاتيق موسكولير ونوع من العياء ونوع من الحزن الكآبة هناك انخفاض لمعدل الفيتامين D هناك انخفاض المناعة هناك ارتفاع القابل للإصابة بالعدوى بالبكتيريا والفيروسات وهناك زيادة في إنتاج الحرارة لنحنا لدينا واحد للتغمومتر اللي الله سبحانه هو الغدى الثانوبرية لغول ديالها هو أن تحافظ على درجة الحرارة الداخلية لكي تبقى دائما 36 دوغرين يعني معتادلة معتادلة تساهم كالدرس كونابلوميوستازي يعني التوازن الحراري كيف الغدى الثانوبرية تخدم في فصل الشتاء فهي تسرع الحرق الكتال الدهنية التي متراكمة لكي نولد حرارة من شمينة يعني إذا شمينة نريد أنها تخدم نعطيها شوية الحرارة سلامة الثانوبرية نريد أنها تخدم نعطيها شوية الدهون أشمن الدهون الدهون التي راكمنا في الفصل السابقة لكي نستغل فترة الشيثة باش نفقد هذا الوزن الزائد أحسن توقيت لفصل وعليش نخفض أسيء معدل الحرق في هذا الفصل لأن نقص من كمية الماء التي نشربه مثل نقص من أكثر المشروبات الداخئة وتنقص من كمية الماء مع العلم أن أحسن درينيغ هو الماء لدينا نحن لدينا تخيير أن لدينا الصور الدموية والصور لنفاتيك الدورة اللنفاوية الدورة اللنفاوية إلى خدمة مزيان عن طريق الماء فهي كالترد الشوائب كالترد التوكسين دونك اوتوماتيكو الشخص يحس بغاسو محلا بدك يتفش علوك لاسيركو الانفاتيك الى مخدماتش مزيان شنو كيترا كيترانا ان غيتونسيون دو احتباس سوائل دونك الاشخاص يحس بغاسو من فوخين يعني متلا السيدات كيفيقوا الصباح ما يقدروش يلبسوا الخاسم ديالهم لا مانتش مزيان ولا رجلات كريمو اللي شوفيك يحس بهم هذا كي يجي من نقص كمية الماء لان الماء يوجد غينه كي exist هو الماء دونك الى كنا غان نصحو بواحد الحمية اللي هي صحية وطيبية فصل الشتاء فهي حمية لخصة تحارب البكتيري حمية خاصة ترفع الفيتامين دي حمية خاصة ترفع المناعة حمية خاصة تحافظ على صحة تريئتين الجهاز التنفسي وخاصة تحافظ اوسي على صحة الشعر والجلد لان فهذا الفصل اوسي كيبدأت تساقط الشعر واحد الصفة اللي هي شوية يعني تريفورت والجلد كيبدأي نشوف لانه نقص إدغاتاتيون وهي حمية اوسي اللي خصة تفادى لنا زيادة الوزن هذه الحمية المتكاملة اللي الحمد لله يقال واحد محافظ على صحة دياله مكينش امراض وفي نفس الوقت غدي انقسم الوزن اغل هو كيفما ذكرتي دكتور على اساس انه علش الناس يعني كيسعب عليهم انهم ينقصوا في الوزن ديالهم خلال هذا الفصل ممكن اننا نسمعوا هاد الامور ونستفدوا منها ونفهموها ولكن في التطبيق قد جينا شوية صعبة افكتب معلش كيسعب لهم بسك الناس فيما كيجيهم البغد كيتهيق لهم بانه الى شربوا يعني مشروبات ساخنة ولكن لو ام بلوس فهما غيقدروا يسخنوا الحرارة ديالهم علوك ما ستونيغا كيفما قلنا بان الحرارة كترفعها الغضة السنوبرية ما كترفعهاش الاكل ولا المشروبات اخرى شوز كيسعب عليهم لان المجهود البداني كينقص دونك اوتوماتيكما الشخص كترالو واحد تراكم ديال الدهون والحرق كيقلال دونك هادو هما اللي غيزون اننا كنقصوا المجهود البداني اننا كنميلو اننا كنقصوا الحركة مقارنة معا وانا كنقصوا حرارة الدخلية بسكه الواحد كيقلسوا هو مضايق بسكه يكون شوية ديال البرد سيلا لاناني غيزون اننا با شوفي داك شعلش او السي فاتر شيتاء كيتعرف بتقلوبات ميزاجية يعني كيفما قلت نقص مادة السيغوتونين ولا التريبتوفان لذلك الناس يكونوا قليلاً مقلقين ولكن هذا القلق لهم يحاولوا يخرجوه في الأكل سوخته مثلاً إذا كنا نشربه عن شوكولات شو ونأكله كل في نسبات الكاكاو طالعة تحس الميزاج ولا تحس الميزاج وما يؤسي كدير ارتفاع الوزن موخا قبل ما نمشي للريجيم أو للحمية الصحية مع المشروبات اللي عدي تقدم لنا دكتورة مشكورة جداً باش نقص الوزن دينا خلال فصل الشتاء قبل نبغي ونعرفو شنو هما الاحتياطات ولا نصائح العامة ولا كقاعدة أساسية اللي ممكن أنها تشرحها لنا لأي واحد بغي نقص الوزن ديالو خلال فصل الشتاء قبل ما مشوا الحمية يعني بالتدقيق داكتور أولاً أنا غن نذكر بواحد القاعدة اللي هي تدخيز أمبورتان سيك فوق دا الوزن كي يتمد على بزاف ديال ديال لزيتاب ولا مشي ايتاب أولاً باش نفقد الوزن نقص سعرات الحرارية الكالوري شنو هي السعرات الحرارية هي القيمة الغدائية سواء من جليسيد ولا ليبيد ولا بروتيد اللي كتكون في الأكل أولاً باش نقربها بصورة أحسن مثلاً الناس اللي بغي نقصوا نصف كيلو في السمانة فهو مخصوم يزولوا 500 سعرات حرارية في اليوم داكتور أولاً يلزومنا 500 سعرات حرارية في اليوم في الأسبوع هي 3500 سعرات حرارية 3500 سعرات حرارية اتقال ان دمي كيلو دوغيس داكتور إلا هذه هي طريقة صحية داكتور دوزن مخص نرفع المجهود البداني يعني نرفع الحارقة وواحد يريد التحرك باش أسي نحق ديك 500 كالوري غننقصو شوية من الأكل وغندوبو شوية من السعرات الحرارية حبر الحراكة باش نوصل الديك 100 كالوري داكتور يعني نسكيلو في النهار هي 500 سعرات حرارية للي نقصناها نسكيلو في الأسبوع بلأسيبو إلا نزولونا فى الأسبوع إذا نريد أن نزوله 4 كيلو سيكون نقصه 1000 كالوريه بجوه هل تكون الأشخاص الذين يعرفوا يحسبوا بالسعارات الحرارية عندهم مثل تتعرفوا أنهم يدبطوا الأمور يحسب لك 500 سعارة حرارية و يشوف مثلا فقط معلش أنا كنشجع الناس باش يدروس كون أبل ان انكتة أليمانتر يعني مثلا الشخص هالأسبوع يقيد شنو كيف يفترك شنو كيتغباو شنو كيتعشاو شنو كيدر في القوتي باش لا سمين دا بخي غي عرف كيف اجري حيديك 500 كالوريه جانسيست كغنحيدو 500 كالوريه و كنغنخليو واحد الحميان اللي هي متوازنة اللي فيها جميع المكونات دي الهرم الغدائي على كيف ما قول تاني الأسلوب التاني هو نرفع الحارقة تالتا كنرفعو واحد الدهون تسمي هالدهون البنية بنيا شميزما كينس كونابل البراون فات وكالوايت فات باش نركزو الوكين الدهون البنية والدهون البيضاء البيضاء هي الريس بونسابر الى الشيب الشيب هو الفرم ديال الشخص يعني مثلا كله كتلقيه اسمين من الفور تركب دهون ولا كتلقي اسمين واحد الانتقاء معينة ما الفخيد اما الارداء في البطن هذيك الدهون البيضاء اللي ما عندها تشي دور من غير الشيب لا فرم وكنسميوها دي باسيف فات يعني الدهون اللي ما عندها تشي مفعول غير المفعول استيتيك هي اللي كان زورو في تدخل تجميل الجراحي باركنت كين واحد الجزء اللي ما كان ردولوش البعلي هو الدهون البنية هاد البراون فات كتسمت الخمسة السبعة في المية من مجمل الدهون ما هو رغه لغته اللغة اللغةülmeى يا الحرق الدهون البيضاء واخر نےette سبحان الله ورأينا ، طابعا إن في کلم المنت southern يالري shiftedفرات التغيير نوع المسؤول على tussenبنه وهذا كتب ونوع المسؤول على حرق هذيك الدهون tienen اذا إذا خدمنا بواحد flavoryl الاسلوب لهو كتب منحول الإ TCP rein чно نرفع معدل الحرق رغم أن احنا في فصل الشتاء حيث فصل مام بهم معدل الحرق هابط إذا نريد أن نرفعه بطريقة داكية سوف نزيده من نسبة الدهون البنية كيف نزيده من نسبة الدهون البنية؟ أولا الاستحمام بالماء البارد وشرب الماء الساخن يعني وخفض الفصل الوحدي لا يجب لأنني سوف نقوم بسقوط الماء البارد على الجسم سوف نقوم بالشوك تغميك هذا الشوك تغميك في ضمن الحرارية سوف تفيق الغداء الصنوبرية سوف تغدر بسقوط الماء سوف تقول الجسم يغرق في البرودة سوف نقوم بعمل درجة الحرارة سوف ترفع من الدهون البنية سوف تحرق الدهون البنية سوف ترفع من المعدل الحرق إذا تحرق على الناس يستحموا بالماء البارد الذي يخافه من الوحيد اوه في الآخر الحمام سوف نقوم برد سوف يزال الشوك في التوزن نشرب مشروبات دافية نشرب ماء ساخن سوف نقوم بسقوط الماء نحاول العصائر يكونوا ساخنين سوف ترسل كيف يفعل الليمون الماء سكين جبير ويدفي ويشرب لنفعل معادلة فورية لنزيده من نسبة الدهون البنية وهذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية التي نزيد بها نسبة الدهون البنية الحارقة هي سنجعله فترة بين السينال دفن و بين تناول الطعام يجب أن نأكله سوك الشعر لأن من يجين الجوع يجب أن يكون سكريتون دوز هرمون غريلين وليبتين هرمون الجوع و هرمون الشابع يجب أن نجعله طعر و الفاصل لا يجب أن يحسس بالجوع و بين تناول الطعام يجب أن يكون 30 مينوط يعني 30 دقيقة وهو المدة التي ترى فيها الإكليب بالليبوغليسامي يعني نخفاض السكر الذي يجعنا من أن نجعه و بين اشتغال الدهون البنية يجب أن نسبة السكر عبر حرق الدهون البيضاء هذه فكرة نهائية ما كنا نشعر فينا ما نقفر فهذا و بيننا السكرية قد يجب أن ناحية الدهون البيضاء لأننا سيحصلنا بالجوع ثالثا كيف الشرط التي نكونها و أن نزيدها الدهون البنية هي تطويل فترة المضغ يعني مثلا ما كم قلنا في حلقت السابقة لأن المدر ديال القمة يكون نرمالما 30 30 à 35 fois د'accord إذا نحن نطول المدة التي لبوشي ستبقى في الفن يعني كل القمة مثلا ناكلوها نمضروها مدير لأن المسج بين اللعاب وبين الأكل فهو يخفض نسبة الإنسولين ومن يكتخفض نسبة الإنسولين يتطلع داك البرون فات سأعرف أنه إذا رفعنا البرون فات إذا رفعنا عرب 2% ممكن خسارات بين 12 إلى 15 كيلو تباك الله رم نسبة مزيلا إذا تبعنا هذه الأمور لغ جسما هادش اللي كنقول بحل قلتي آخر اكتشافات النتريشن دايت يعني في كوسيلة باش كنطلع مستوى الحرق بوحد يعني 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 مثلا كل شخص يخدم على عسو داك هات هنا بودي مثلا غا تقول الشخص نقسم الكالوريز ديالك بسان صان كالوري ما يعرف ش يحسب ها داك نقول رفع الحركة سيقدر يرفع الحركة من كل خدم على داك هات قد نتوقف مع فاصل وقد نرجع مباشرة لاستقبال مكلمتكم الهاتف على 05-2-8-0-0-60-61-62 وفرصة على أننا نعرف مع الدكتورة شنو هو الرجيم أو الحمية الصحية مع المشروبات اللي قد تساعدنا على إنقاس الوزن خلال فاصل الشتاء ورجنا لكم وسمعنا دائما من خلال فقرات للمولاتي المتنوعة وبحضور الدكتورة سابرينشوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية والحمية الصحية اليوم كنت تكلم عن كيف نقصوم الوزن دينا خلال فاصل الشتاء سنأخذ بعض المكالمات الهاتفية اللي معنا معنا فاطمة من فاس ألو فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فاطمة مرحبا لله الحمد لله الله يبرك فيك الله يجازيكم بخير ميد راديو الله يكبر بكم الله يعطيكم صحيحكم الله يجازي الأطباء اللي كتجيبو أمي أستفدو منكم بخير فأنا دايما خلاص كنعيط مع الدكتور حليمي مزيان مرحبا شكرا بزاف الله يبرك فيك فضلي فضلا فاتمة الله يعطيك سر أنا حيثاتي أضروع اليوم عن الوزن أي الوزن ديالي والوما ما كيبغيش ينقص الوزن داكو وانا كنت سحية تلفزولة كان في السرطرة كنعيط دايما وعندي فيتامين ديالي نقصة شرع وعندي ليفاغيس مولات ليفاغيس كتجولي اخسكي تنقصي الوزن عندي لغة خوز حاد قاع في ركابي ويقولي اضروري اخسكي تنقصي الوزن والوزن ما زعمه لا تناقلش بثاف والوزن عندي تيمشي ما بين سبعين تنين وسبعين دائما الى زيار طراثي زيار طراثي كان نقص جوجد الكيلو في العام وش حالفك في الطول الشريفة نعم ش حالفك في الطول الطول فيها متر وثمانية وخمسين داكو والوزن دابا فيها واحد وسبعين كان مشي حتاز سبعين الى زيار طراثي بسعود ستين وعود غيشي شوية مات انا اكلش اللحم مات انا اكلش غير خضره مسلوقه غيرش لايض بالحق انا كل خبز يزيد صبع في الزاس واشكت اخذي الهومونو تيرابي داك الدوال الخمس سنين ساليته من تيطر هذه فتحت من الفين وثمانية داكو واش كنت اخذه وصلت حتى الاثنين وثمانين كيلو فكتب واشت هو كاجر واحد زيادة في الوزن نعم حت هو كاجر زيادة في الوزن اه وصلت اثنين وثمانين كيلو لكن تجسلت ذاك الدوال كله وي صافي فقدت ندير لها صال كان ندير لها مارش خيب يا ودابا تنين وسبعين واحد وسبعين تسعود وستين ما كان حيدش وما زال اطباء دابا حيث اللي متبعه عندهم ما زلت يقول لي ما زالت نقزله وي خصتك واحد عشرة كيلو تزول عشرة كيلو وي عشرة كيلو خصتك ازول اه وي وطريقة الله يرحملك الوزن واخا فاتيما احنا كنت كلمونيس وان شاء الله وماذا نزيدو نصائح في الحلقات المقبلة غير سمعينا فاتيما وان شاء الله يكون خير اه واخا غادي ناخدو مكالمة باش ننربح الوقت باش ناخدو هاد الحمية الصحية استفدو منها المستمعين معنا فاتيما من الصويرة ومعلكم السلام ورحمة الله اه الله يبرك فيك فاتيما مرحبا تفضلي شكرا مرحبا لنا ممكن نظر مع الدكتورة ايه تفضلي اه سلام دكتورة لباس بخار الحمدلله بريت من قولك يا دكتورة انا نوازن اليادي اه سعين وي وطالت اليادي ميتلو وتتاوستين وي وكنت زد بزد خاصة كنت تعصى بعميرة عمارة كنحس شبراتي كنزد داكا يعني بغيت في طريقة دكتورية في شين زمان في ريجيم وي وشكتدوي علاش مرض معين لا شحلف العمارك ديالك العمار ديالك داكا عندك بليدات لا تطويب ديالك يقولي دروي تقفل وزن العلاق بالولاد وي داكا انا سأجتنا حمية صحية من شاء الله مرحبا لد وخان بده بالنسبة للحمية الصحية الخلايا السرطانية تتخذ من سكر الأبيض تتخذ من الفارين بلانش و تتخذ من الدهون من الغرس من كيف مفصلة قويلة من دوك الوايتفات هي عنده 10 كيلو زيدة إذا تريد أن تكون محمية من أنه لا تريد أن يحفظ إنغيس يديف في خاصة 10 كيلو يعني خاصة تزول تعتبرها بأن الدواء لها 10 كيلو خاصة تزول نقسمنا فعلا كنصي بالفواكه قبل الأكل في الصباح عليش لأن الفواكه تأخذ العصارة الحامدية التي تتراكم خلال النوم و تنزلها الـ 12 فالفواكه تنظف لنا القورون تشتغل على الصباح بأنها بحي طريقة تنظف لنا القورون فالسكر الفاكهة إذا أخذ قبل الأكل فهو يتحول إلى خل لذلك يساعدنا لفقدة للوزن لا يكون لديهم مشكلة الحموضة و لا يكون لديهم مشكلة القورون في المعدة و لا يكون لديهم مش التهابات أفكتيم على الغ والفاكهة أسي ما كان ننصحش بها بعد الأكل لأنك تحول واحد المكون كحولي كيدرس كونابل تخمر و فيغمانتاشون و تعفونات في الجهاز الهضمي لذلك كان أنسيستي على قبل الأكل باش كتحولنا الواحد المكون اللي هو كيساعدنا و كتنظف لنا العصارة الحامضية على الغ أسي في الفطور كان أنسيستي على الكالسيوم و المانيازيوم يعني مشتقات الحليب مهمين في الفطور لأن الكالسيوم كيحسن أنظيمات الهضم و الكوخسيخ كويت ينتاج الخلايا الدهنية و كيألمنهم يعني كيفافو غزي الإلميناسيوم دونك أي مشتق حليب الصباح سواء جبن سواء رايب سواء أنييوغت فيغمانتي أي مشتق حليب مخمر فهو كيفسيليتلنا و كيشجعلنا على فقد الوزن كنقصي المانيازيوم المانيازيوم اللي هو مهم لرفع مستوى الحرق على الصباح دونك الفطور خستكون فيه فواكيه خستكون فيه كالسيوم خستكون فيه مانيازيوم داكو كان بزاف ديال المأكولات اللي هي كترفع من مستوى ديال الحرق يعني مثلا السيتروي يعني القرع الحمراء الزونيون بزاف ديال البروكولي هم اللي أنا غنيين بالفيتامين C والفيتامين C كيف ما قلت تفاح الپوار الكيوي الانانس دخل في الحوامد ديك oui بيانسو دخل في الحوامد دكور الفروي روج الكاسيس الكاسيس الفرمباس هم اللي فعل مستوى الحرق في هذا الفاصل هل لست دكتورة بحل دبا هد الفاكيهات الكاكي اللي دبا متوفرة في هذا الموسي يتريب بيان الكاكي alors الكاكي بحلو بحل الباباية تا هو غني بمددت لديجستين اللي فavorيز لليميناسي ديال ديال لليتوكسين وكي ترع الهدم موخ alors بالنسبة للمشروبات alors كين دي بواصن اللي اللي خسنا نتناولهم فاد الفاصل وكي ساعدونا بشكا نهبطو الوزن سو سان دي بواصن ديتوكسفين يعني كين قيو من سوموم سو سان دي بواصن anti-cellulitic يعني كي حيدو دك للا cellulite كين متلا مشروب القرفة بعد الغداء مه كين مشروب زنجبيل بعد سكن شبير فلا عرم أنا كنفضل بأن مشروب القرفة يكون بوحدو وزنجبيل يكون بوحدو يعني مشروب القرفة مشروب زنجبيل مشروب ساخن ديالاناس يعني عازد لاناناس ساخن دك ألغ مشروب واحد المشروب اللي كان صوبوه اللي كد سغيز ولا اللي كد باش اي دوك والعويدات ديال إما بلا كد سغيز إما بلا كد بش ألغ كين شاي لبغدان واحد نبسة لسميتها لبغدان هديك لبغدان هي القرطب والأسف مع فناش بالدريجة اللي عندو مثلا اسمية ديالة بدريجة توصل معنا في البرنامج إن شاء الله وهي دير وردة ومشو كيني واللون ديالة بحلاموف ألغ الشاي الأخضر مع الحامض مع لسيترون مع لسيترون مع الحامض مع الحامض الماء الساخين مع زنجابيل ومع الكامون كمان ديالة وأمر معلومات يتطلب سرعة جريان الدم لذلك الناس يأخذوا سنتر منع ليهم كرنفل ومنع deployment ومنع المibi ومنع checked ومنع الكردوجو أسبيرين وال Podcast ومنع لهم داك وحتى الناس العاديين وكما أقلي كتمر كان وملكت هدو الأربعة الأدوية اللي قلت هدو منع لهم كثر خليط داك абсолютно ارجع مع الكاردامون عصير ديالليمون مع قعقلة اللي هي حبة الهيل مع الكانيل مع القرفة مع الموسكاد هادو يتخلطو وي مع الساس ديالليمون مع القرفة مع القعقلة مع الموسكاد الحرة وي مع الموسكاد وكان سكونابل يعني اسماوه لليدور يعني الحليب من ذهب لأنك اعطي واحد اللون ذهبي وانمام طنع فهو كانت ويهل الكوركولون فهو حليب ديال افكت��면 حليب فيجتال أي حليب فيجتال مع الزافران كنت تعطينا إما حليب لوز ولي حليب الكوكوا ولي حليب گرگان والكرگار وال Matsuan واللغين أي حليب افكتEND حليب سوجان لأن فيles فيتو أستروجين لأن مريك هارمونية حليب فيجتال مع السافران حليب نباتي مع الزافران الحر وي مع الموسكاد مع الموسكاد الحرة القوزة مع الكردام مع الهيل مع الهيل نضيف الكوركومة كوركومة مع الزنجابيل مع الكنيل مع القرفة يعني اما مرة ندروها كاميرا أي حلب نباتي اللي تكرتيلوز قرقاع سوجة كوكو وخرطال إلا السوجة مع الزعفرال الحر مع القوزة مع حباس الهيل نضيف نباتي مع الخرقوم البلدي ومع القرفة يعطينا شي مكوين آخر مع سكنجبير كيف ما قلت هادو سان بواسان ديتوكس ان مامتان يزولوا السيلوليت يحيدوا الارتونسيون دو و ينتويوا الكور بيانسور الشاي الأخضر كي بقى امورتان ونقدرون نزيد عليها أي إضافة يعني مثلا الشاي الأخضر إما نزيد علي حامض إما زنجابيل إما قرفة إما كردامون ويانسور المغدان كي نأسي واحد نبتسميها على ميليس اللي هي اللي تخيز أمورتان تهي كتسرع الحرق هادو بنسبة للمشروبات بالنسبة لسمحتي ودائما بنسبة لتساؤلات للمسامعات والمسامعين كي بغنقص في الوزن ديالهم كي جيو تلعشة وتيوحلوا متي عرفوش شرباتي ملو منهم يعني كي بغنوا أنهم ينوعوا فشي بغنوا يأكلوا حاجة تتخوفوا إما تدروا منها قسم الليشة إما تقدو يدخلوا شي حاجة اللي ما تكونش تتساعدها أكبر غالط هو من كنزول الليشة على ياج بسك من الجسم كنزوله وكنزوله بالليل فهو كيددخل دان سيستام دان سيستوكاج يبدأ يخزن نخصنا نقصومه في الليشة واجبات ماليئة مشبيعة ولكن ضعيفة السعرات الحرارية يعني مثلا أنا يكن صحب الحموس يعني الحموس هو واحد واحد الوجبة اللي هي كتشبه ما أمام طم ما فيهاش بزاف دال السعرات الحرارية داكو ولا أوسي كان نكون صيب الفواكه الجافة داكو ثلاثة أو الأسبعة ديال الأنواع ديال سواء اللوزات سواء اللوز سواء القرقع سواء الكاجو فهي كترفع الاستقلاب قبل الوجبة وكتمرأ البطن يعني عندنا واحد الوصند ديال الجوع اللي كان في الاستومة إلا خدينا الفواكه الجافة بواحد النوع اللي هو فردي سواء ثلاثة سواء سبعة قبل وجبة العشاء فاحنا نجد الوحد نوع ديال المتيلة داكو نجد الشرابات لأن الفصل الشتاء هو فصل ديال السواء نبعوا فيهم نملكو البطن ب شوية الحمص ولا بالفواكه الجافة ونتبعوه انبلد سوب نأخذ انبلد سوب بيانسو اذكرت قبل الكروسيفير أحسن سوب هما السوب اللي فيهم اللي شو يعني انبلس ديليلغم في اللي شو ولا فيه الاسيتروي ولا فيه الفنوي بسباس هذا بنسبة العشاء بالنسبة للعشرة و بالنسبة للشربات الى مثلا الواحد فكر انه مثلا يدير اوملاته بالبيض بانسور مثلا اوملاته الشامبينيون اوملاته سوريمي لانه سوريمي تهوى مالي للبطن ولكن فيه سعرات حرارية التي تكون هي قليلة كين اوسي الفات بان الفيتامين دي كينقص نقدرو ندير واجبه غنية بالفيتامين دي بالليل يعني مثلا واحد يعني ان بوات دو ساردين ان بوات دو ساردين او ان بوات دو الطن مع خبز كامل يعني 30 غرام دي الخبز اللي هي كامل امام طن غنرفع الكفاءة دي الفيتامين دي وغنرفع قوة المفاصيل غنحصنو امتساس الكالسيوم دوك اوتوماتيك موف حنا غنخفضو من الوزن من الوزن دوك ستوا كيف ما قلتي اما اوملاته حاجة خفيفة اما انسوب اما خبيز مع ان بوات دو ساردين او ان بوات دو طن او شربة او رايب مع واحد زريعة الكتان لان زريعة الكتان تهي الالان اللي اخدناها قبل النوم تسرع عمليات الحق داكو وكلي كدير رايب كدير فيه الحامض اوه ستخبية يدر فيه الحامض اكسيلون وصيف هذا الفصل كانوصي بزاف انا بلا بيتخاف ايه البربا البربا لان البربا تغدي الدورة الدموية تحد وصي تنقص متساقط الشعر وكتزود بالنسبة الكولاجين اللي في هذا الفصل تنقص تحت الجلد داكو مثلا بالليل نقدر ندروا مثلا واحد المتبل ديال الشماندر يعني سالات شود وكتزود بربا طيبة مع النوس مع البصلة وكتزود وندروا واحد السالات ديال اللبنة فخماج بلان نقطع فيها شرائح ديال الخيار وكتزود نانسي وكتزود 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 تقصت تجربة شرائح نكتزود وكتزود ويسيق بضع ويقوم بسقرات حرارية تحتاج وكتزود وكتزود على الخبز لماذا؟ لأن الطحين والخميرة فهما عوامل توقف الميتابوليزم فعلا توقف الميتابوليزم لذلك نقسم الكوانتية التي ستناوله يعني كيف ما نناول الخبز الخبز هؤلاء المعجنة لم يكن لدي خبز هؤلاء فعلا مثلا عجائن مثلا لدي الناس يقول لي دكتور أنا كنا نأكل الخبز الكامل لذلك لا يغلط الخبز الكامل فيه سعرات حرارية يجب أن يفقد الوزن يجب أن نقصه من كمية الخبز ونقصه من كمية المعجنات بأحد الصفالي تكون معنا مكلمة أخرى سوف نأخذ رابحة من خريبك ألو رابحة وعليكم السلام ورحمة الله الله يبرك فيك الحمد لله تفضل رابحة وماذا تساؤل مقاشنا الوقس؟ الله يجزيك بخير اخترا نختصر لك واحد العملية حيضات ليكيس وأثناء العملية قولها واحد جيلاتينوز يعني انا اتشي اللي فهمت لا تشي الخرج التحاليل واحد جيلاتين في الكرش سأتعين عرف نوع هذا المرض كمين كيست زولت؟ زولت الكيست كانوا عندها جدا مصران كيست كوليك أو كيست كوليك 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 داكور ماذا كانت تعاني؟ هي كانت تعاني سخانة بالليل سخانة تطلع عليها بالليل دائما سخانة بالليل داكور وتبعاد سخانير كل سخانير يعني ما عندها تحاجة وليما أثناء العملية خرجت عندي الطبيبة وقالت لي يا راها القنالة واحد جيلاتين في الكرش يعني صفاقة دي الكرش ودارو لها لابيوبسي؟ دارو لها واو وشنو خرجت في لابيوبسي؟ داكور داكور وشنو عطاوه دابا كدوا؟ ما عطاوه حتى حاجة قلت لي خرجت بها الكازا دابا أنا بقى كنت سماحة في لابات العملية شخ 15 اليوم هكذا بقى ما مقررت ما عارفت حتى في مدى على خصك جيبها المستشفى الجامعي اهه لسي هشو سنتر هسبيتالي اونيفرسيطر سواء دي الكازا سواء دي الكازا سواء دي الكازا انتو مفتش من مدينة اخري بقى عطاوه يجبك الهسبيتالي اونيفرسيطر لان منك تجد سبستانس جلاتين ازولا أكوز في هذه المنطقة داكور فنا نشكو في الأمراض انفكسيوز ويجبك واحدا الدياجنوستيك الذي يدبا كاين هو مرض السل الذي يصيب المنطقة المصران وكيف يكون بسخانة؟ وكيف يكون بوليسيسات؟ وكيف يكون بسخانة؟ وكيف يكون بجلاتين أو جيلاتين؟ هذا يقال لك جل المستشفى الجامعي لكي تشخيص يكون دقيق لأنه يجب أن ترى الطباء متخصصين لأنه كيف يمكن أن يكون مثلاً إن ستحصل على طباء متخصر ويجب أن تكون هناك مرة حول الطباء ونستحصل على طباءة ضدها ولكن المطلقة التي تجد فيها جميع الإختصاصات، جميع السجارات وجميع السجارات، هم المستشفى الجامع ونتمنى أن تكون هذا الخفا ونتمنى أن يكون كل شيء آخر أشكر عليكم والله يبركني عبد أحب شكر عليك بسافة دكتورة سابرينك thank you for that دائما على كل هذه المعلومات التي تنورينا بها وكتفدينا نشكرك بزاف وشكرا لدكتورة سابرين الشيوي طبيبا متخصصة في علاج أمراض السكالية الخصائية في التغذية والحمية الصحية اليوم تكلمنا على كيف نقصم الوزن دينا خلال فصل الشتاء نتمنى تكونوا استفتوا معنا وأكيد حلقات مقبلة إن شاء الله ومواضيع فيما يتعلق بالتغذية لكم تحية وفا فإذا رفقتنا اليوم في الإخراج وسمحة شوبي في استقبال مكلمتكم الهاتفية نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على مادغاديو الإداع القريبة منكم